شرعت دارة فريق ملودية الجزائر في تحذير الموسم المقبل بقيادة المدرب الجديد جمال مناد والمناشر العام ناصر بويش حيث علمت شرق نيوز من مصادرها داخل الفريق أنه تقرر تصريح ستة لاعبين من تعداد الموسم الحالي وتعوضهم بأسماء جديدة لن تتعدى ستا بعد أن ضمن العميد خدمات الحج بوغاش الذي سيوقع السبت القادم علما أن قائمة الموسم الجديد لن تتعدى لإثنين والعشرين نعبا مصادر الشروق كشفت أن قائمة اللاعبين الذين سيتم الاحتفاظ بهم تضم كل من الحارس فوزي شوشي عبد الرحمن حشود توفيق زغدان ورشيد بوهنة عبد الغاني الدمو خالد قرمي وأمير قاروي شريف الوزاني قاس مهدي سيدحمد عواج ولد رارجة وأسامة شيتا وأخيرا عن تربو شريط أما البقية فهم مدعونا للرحيل فيما أكدت نفس المصادر أن قائمة اللاعبين الذين يرغبوا الطاقم الفني في انتدابهم تضم جمعوني لاعب جمعية هران أمير سيود نجم دفاع تاجنانت وثلاث ملودية بيجايا زيدان مباراكو زهير سرداب وأوكاشا حمزوي هذا الأخير كان قد وعد في وقت سابق إدارة العميد بتقمص ألوان الملودية في حال عدم احترافه وعلى صعيد أخر كشفت مصادرنا أن المشكلة الوحيد الذي لا زال يواجه إدارة الفريق يكمن في وضعية الحارس فريد شعال الذي يرفض العودة للعميد من أجل الجلوس على كرسي الاحتياط وهو الذي يريد ضمان مكانة أساسية بعد موسمه المميز في اتحاد الحراش علما أن رئيس الشبيب محان جريف حناشي يريده في صفوفي كناريا الموسم المقبل فيما حددت دارة العميد استئناف التدريبات تحسب للموسم الجديد بمدينة حمام بورقبة تونسية بتاريخ السادس والعشرين أو السابع والعشرين جوان لمدة أسبوع قبل أن يخذ الفريق معسكرا ثانيا ببولونيا